السلام عليكم كنت منك كاملين تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة طولت عليكم الغيبة صراحة بزاف ولكن الصيف صراحة غير تاع الخروج تاع التبحار تاع خاص الواحد يستغل الصيف ما يبقاش غالص غير في الضار في الضار في الضار يستغل الصيف كله نهار بنهاره صراحة هنا يا ما نقولش لكم ولكن الحسيمة مدينة مرحبا يا عراء يا عراء يا عراء خصصا في الصيف ما نقولش لكم كيل البلايس بزاف في انت بشي في انت سارا المهم انا بغيت نشارك معكم هاد الفيديو هاد بزاف لي مع عارش مدينة الحسيمة وان شاء الله مراخر ادي نشارك معكم بزاف البلايس اللي مكلكم اللي جاء لمدينة الحسيمة وبغاي بغاي ريح ش بلايسة تكون باينة لي فينا دي يمشي يدي يكون عارف فينا دي يمشي بحال هاد البلايس احنا جينا لها هاد هاد فندق او اوتيل صراحة زوين بزاف انا اول مرة كنمشي له في هاد الصيف هاد بحكم انا يلا هاد بها هاد السانة ما كاملاش عام دبا من اللي سكنت هنا في مدينة الحسيمة عاد تحولنا المهم هاد الوتيل هاد مشينا له رائع رائع بزاف وثمان ديالو زع ما في الثمان مناسب ماشي غالي بزاف هاد اوتيل صراحة واقلة سانك اطوال ولا مهم ممكن سانك اطوال ما نقولش ليكم رائع 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 عيد ما نشوف الزوطال ولكن هاد اللي هنا في مدينة الحسيمة ممشيس في مراكش ممشيس ماخر اللي شين ممشيس ولكن هاد المدينة الحسيمة رائع بمعنى الكلمة مقوم من كل شي أنا هنا يالله اللي اره وريدكم القليل من الكتير يعني راه بزاف البلايس اللي كلقاه معامري ما نبغيش نصور فيهم بحكم ان الانسان دي يقول لك على الصور تيني لا ممكنش تصورهم ما نبغيش انا ندخل في هاد المشاكيل و هاد المتاهات ما نبغيش نصور شي واحد اه لي ما عنديش علاقة به بحلقة بنيتاتي ماشي مشكله انا كنصورهم لكم كي يقوموا هادي هادي بحلقة بنيتاتي هاو ما كي يقوموا هنايا كنصورهم لكم لاب بيسين رائع زوين انتم كتشوفوا الحجم دياله بش حل كبير ما نقولش لكم زعمادين عيام ما نوصف لكم هادا خويا هو فينا خويا توجبتوا معاي خويا الصغير هادي بنيتي الصغيرة اول مرة كنعرفكم بالعائلة ديال العائلة الصغيرة المهم هاو ما كيعمو هنايا كي قلت لكم هادا لاب بيسين هادا رائع وهادا او طيل هادا زوين بززاف اللي بغاي يمشي لي يمشي ليه المهم اللي نكتب لكم اسمية هنا في اسفل الفيديو اللي بغاي بشي ليه راه تمان زعمة مناسب اه بالمقارنة مع ذلك الميزات اللي فيه اه رائع بززاف ما نقولش لكم الماكلة على النهار كامل كي الفطور فيه اه كي الفطور موره الغضاء الغضاء كيحطه لبيفي بحل هكا مفتوح احنا بشينا ولكن تعطينا على الغضاء اه احتجا ان السيد قال لي ناراه الغضاء راه اقريب يدوز الوقت ديالوش باقي ما تغديتوش هيتش كي عارفنا لنا باقي ما تغديناش اهنا مشيت البيفي كانوا الناس مصلح لياش ان اني مقا نظور ونصور ليكم البيفي البيفي تبارك الله ما شاء الله كل حاجة حاطينها يعني من اي نوع بغيتو حاطينه من ديسير من تحلية المهم احنا نلقيت ذاك شي تقريبا سالة ولكن جابوا لنا ذاك شي مساكن طيب هنا جديد وجابوا لنا اللي كترخرهم والمعاملة ما نقول لكم المعاملة الطيبة كي قلت لكم البيفي المفتوح متع الغضاء اه راه اتبارك الله صالة كبيرة كتختاري كتكت تلفي حتى شنو تهزي ولا شنو تاكلي ولا وعاو تاني تمورها كيلقوتي يالله يالله كيت سالة كامل لنا نسعه تلقي القوتي وعاو ذلك الشيء يقومي بها نهار كامل بلاسة العصائر و المشروبات و القهواتي النهار كامل بشي حال ما بغيت تشربه اي راي يديك شي بدون حساب كتب شي قلوهم اعطيني كتبه هزي المهم داك شي كي يقل لكم بدون حساب كتب لي بشي حال ما بغيت تشربه فهنا نتصنعه خلف نشخص اوقات المنصرة فهنا انا اول مرة كانت في مراكش التي اتهمه في حسيمة من الاستخداموهما عليكم كما قلت لكم ما قملت لكم من كين القوتي القوتي عاو تانية تراني صورت لكم من هزيت القهوة كافة كخيم مع الكيك مع كخوة الصون مع كيعطيو حلوة لك خيم تهيية بتيت مورسو المهم بحلاكك ويالله كيستانسالي وعاو تانية القوتي عاود كيحطو العشاة هو العشاة معنقوش لكم تبارك الله ذك شي اللي كيبغيو الأطفال ديالنا كل شي كين من الأشكال دياله والأنواع دياله ولكن بكثرة الازديحام اللي كينتماك في بلاست الماكلة والبيفي مفتوح الناس كوشي كيهزو يعني مالشي صلاح لنصور الناس ما قدتش نصور تماماكين كي تكون دنيا عامرة بززف حالها كارد بلايس هدو اللي كيكونوا شي شوية خويل كنصورهم ما كيكونواش عاملين بززف اما وقيتها الغداء ووقيت ذكتشرة كيكون وقيتها محدودة يعني كل شي كيبشي في ذكي ووقيتها الغداء كتكون دنيا عامرة بززف وما نقولش لكم هاد القوطعل هادا فيه بلاست رياضة فيها كين ما كنتشوفوا هنا هادا البول ولا ما عدتشنا هو متاع الحديد دوك الكورات متاع الحديد اللي كي لعبو بيهم أنا ما عرفتهمش ما كان لعبهمش كي لعبهم أغلبية رجال فيها الباسكيت فيها تينيس فيها فين كتديريجرة اي حاجة بغيتوها كين أو تانيت البحر نادي نوريكم البحر البحر بخيذة عندهم كتبشي اللي سماكن تقلسي كين اللي بيثي كلت باش كتدخلي للبحر كين الموهم دوك البطوات صغيرين كل شي كل شي على حسب انك كتخلصي في اللغول وكتستغلي كل شي يعني ذاك النهار اللي كتكوني فيه اللي كونجي ديالك يعني كتستغلي ذاك شي كامل اللي تماكن ما كيقول لك شاش يحبت له هزتي هذي ولا ما هزتي هذي يعني أي حاجة بغتي تستغليها كتستغليها المهم هذا المنظر اللي جاي حدى البحر هاد البلاصة هذي فيها هاد العيدات أنا هاني قالسة هنا يهزى العاصر مهم وقالسة كان ريح الأعصاب ديالي المهم كما قلت لكم صراحة زوينة بزاف والمرة الجاية ان شاء الله رحمه راح ينادي نصور لكم واحد المنطقة او زوينة بزاف البحر اللي بغيتو تبشيو ليه المهم صراحة الحسيمة دا بل اللي بغي اللي بغورها دا بطبارك الله رهم طرق الحسيمة اللي بغى يزعمه صراحة يدوز القونجي ديالو مدينة الحسيمة زوينة بزاف وكذلك حتى الولدية كنت فيها حتى الولدية زوينة ولكن الحسيمة صراحة احسن من الولدية حيزاش انا شتهم بجوج الحسيمة كل شي فيها اي حاجة لش مقل بتمتوفرة فيها هنا ها هو الليل كما لحتو باقي بنتي حيزاش ضلينا احنا نهار كامل مصبحت الليل صغل لنا باقي نولداتي هذا خوية الصغير هادي بنتي باقي كي عمو فلا بيسين باقي الناس كي عمو فلا بيسين هذا هو المنظر ديالو المهم ما تنسونيش حبيباتي باللايك التشجيع ديالي اللي كيشاهد القناة ديالي الاول مرة ما تنسوش تشاركو في القناة وتفاعلوا الجرس باش يرسلكم كل جديد منتظروا مني فيديو مفصل اه على البلايس الزوينين اللي بغيتو تبشيولهم في مدينة الحسيمة الى اللقاء